لما انت جيت هنا بقى مصر وبدلت تخش مع المنتخب الانبي بدأنا نسمع عن عروض مصرية وأندية مصرية مهتمية بيك وآهلي وزمالك وبدأ الكلام يحصل عليك هل فعلا فيه أندية تكلمت معك؟ آه هم السيف اللي فات كانوا فيه فريقات كتيرة بتكلم معي مع بوايا عشان أبقى صريح كان فيه كلام آه مين أبرزهم؟ مين الأندية دي؟ آه الأهلي كان فيه الزمالك تقريبا بس أنا ماليش في الكلام يعني يما كانوا بكلموا بابايا آه فأنا مش مش عارف التفاصيل مش عارف التفاصيل بالزبط آه بس أنا سمعت أنت بداش أنا سمعت أنت بتمين لي مين أكتر يعني مين النادي اللي أنت بتمين له أكتر لا أكيد يعني أي فريق في مصر يبقى شرف كبيرنا نعلعب فيه وعلعب ليه آه وحلو كده آه أي فرح أهله كده في عارف ناية عشان أحسن أنت عايز تكمل بس رجعت في كلامك طيب كنا دايما نتحدث عن فكرة أنه فيه لعبين مصريين كتير موجودين في أوروبا بيلعبوا كويس آه شايف أنه مكالمة منتخب مصر ديك تأخرت؟ ولا شايف أنها جت في معادها؟ لا أما كان أقول لك إزاي يعني ليه كانت جاية في الوقت في الوقت المناسبة آه فا مش حاسة أنها تأخرت؟ مش حاسة أنها تأخرت خالص آه وأنا مبسود قوي أنه جيت منتخب مصر آه ونفسك تكمل؟ نفسي هكمل بالزبط عظيم منتخب مصر الأول حد تتكلم معاك فيه؟ آه يعني برضو أول بعد الثاني معسكر تقريبا أو أول معسكر مع الأولمبي آه كان فيه كلام برضو أن فيتوريا كان عايز يجيبني هتمرن معاهم هروح كامب معسكر معاهم بس اللي دلوقتي مفيش خير حصل ومفيش وقت ممكن عشان هو أدخل على كأس الوام الأفريقية على طول فممكن ما عندوش الوقت الكافي أن هو يتفرج عليك أو يدخلك مع المنتخب مين من اللعبين المصريين أنت بتحبهم جدا تحب تتفرج عليهم؟ أنا بحب إمام عشور بحب مين؟ بحب الصعوبة من المنتخب أكيد طبعا زي مين؟ زي أحمد عيد زي أحمد حواش آه أي حد عني في المنتخب أحبهم هل كنت تفرجع لعبين مصريين في السابق يعني مش في الجيل حالي في لعبة زمان كنت تحب تتفرج عليهم؟ أنا كنت بحب أبو تريكا فإحنا كنت شايف وأنا وإخواتي لما كانوا معسكرين في ألمانيا زمان تقريبا في شلك وشفته وتصورته معاه فهو كاسم كبير ولعب كبير قوي بحبه مين عالميا من اللعبة التي تحبها جدا؟ بول بوكبا مين عم هو اللعبة اللعبة أي حد يشوفني أقول اللعبة التي تحبها زي أي شخص فعليا بول بوكبا ايه رأيك في اللي بيعمله وعمر مرموش دي رأيتي في الدولة المانية عمر مكسر الدنيا بسم الله ما شاء الله اي ماتش تشوف على اللايف تكر انه هو عمل أسست فهو اصلا لعيب كبير وهناك في المانيا يحبوه ويحترموه حاسس ان انت قريب تقدر يعني انت حاس انت هتبقى جاهز تبقى في الفريقك بشكل دائم مش بشكل متقطع امتى تحس ان انت تبقى بشكل دائم مع فريقك هل في حاجة مأخراك انا شايف ان انا خلاص كده يعني وقتي جاه وربنا يسهل ان شاء الله في الوقت اللي ايه في الدول الالماني او الكرة الالمانية بشكل عام حاسس انها تأخرت شوية في السنوات الاخيرة؟ لا خالص يعني انا حاسس ان اللعبة في المانيا بالذات يعني السؤال التاني خلاص خدوا لك يا جماعة عشان بس انا افهمكم الحكاية مصطفى طبعا بيتكلم عربي زي ما انتم شايفين بشكل معقول جدا بس برضو احيانا ما بيفهمش الاسئلة فالترانسليتر بيقوله احيانا بتأخر في الاجابة عشان انتم ممكن انتم شايفين هو ليتأخر في الاجابة بس هو قد ترخيره اوي يعني الراجل عايشت له امره في المانيا وعارف يتكلم عربي بشكل معقول جدا طي سمعت او قريت خبر انه مارسل كولر الموديا الفني للنادي الاهلي طابك تبقى موجود في النادي الاهلي هل سمعت ده؟ اه زي ما اقول لك كان فيه كلام كتير في الصيف اللي فات او الصيف اللي فات اه ان انا انا هاجي هل عمينا في مصر او في الاهلي بالذات الكلام كان جاي من مارسل كولر هو كان شايفني تقريبا في مطش المنتخب ومن ساعته هو كان ايه ان هو محتم بي وعايز ان هو يجبني في الاهلي ممتاز هل انت حابب تكون موجود في الدورة المصري في الوقت الحالي او حابب انك تكمل شوية في اوروبا لا اكيد يعني شرف كبير لأي حد ان هو يلعب لفريق هنا في مصر او في اي حتة واحنا هنشوف يعني ربنا يسهل في الوقت اللي جاي طيب ايه رايك في المسيرة بتاعة محمد صلاح ومعظم اللاعبين المصريين بيبصوا لمسيرة محمد صلاح وعايزين يوصلوا لها فيه ما يعوك او فيه اشياء تعوك انك توصل لكيمة او شهرة او عالمية محمد صلاح في المستقبل اكيد او يعني محمد صلاح ما شاء الله يعني لعب كبير اوي اي حد يعني امكانياته توديه اللي محمد صلاح عمله اي حد اللي عيب زغير اي حد اللي عيب عندي في السن لازم يتمرن بجد لازم يتحب للي هو عاوزه وان شاء الله بخير ربنا هيوصل ان شاء الله منتخم مصر الاول داخل على بطوية كأس الامم بالافريقية تتوقع اي للمنتخم نعم منتخم مصر رايح على كأس الامم بالافريقية هلع في كأس الامم بالافريقية تتوقع اي للمنتخم مصر يعني ان شاء الله هيوصلوا و هيوصلوا مركز حلم أمه أصلاً كمنتخب اتحسن بكثير من السنة اللي فاتت وإن شاء الله بإذن الله يعني أعيل هبوب طول حلو بإذن الله مصطفى أنت شرفت ونورت شكراً أنا سعيد جداً بتواجدك معي شكراً جزيلاً